في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوص عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظرة بن صفون أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعاً وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيراً هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعاً وخضوعاً للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفساً وقروا عينه أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا مولاي الملك تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير؟ طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي برك لكم يا عبيد المخلصين ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهي ارتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نوم أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيه إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آلهته؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعونا النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إلي إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتخب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفون عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي ها قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إذاءه كيف تم أكنوا من القبض عليه؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى أم أنها ماتت إلى الأبد أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حياً حتى يموت موتاً بطيئاً ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئراً تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفواً يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خوية من الماء يموت فيها عطشاً بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زهزعة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي؟ أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجراً ثقيلاً وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبياً أرسله الله لكم صرتم خدماً لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحاً بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حمضلة داعياً يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودع النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزناً وكبداً على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطباً ملكه جبريل أيضن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي ما هذه الريع العاصمة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أبيثينا أياتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق؟ أهردوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجاً أو أحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافت بسم الله الرحمن الرحيم وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيراً كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس حسناً بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين الصقر كل هذه المواهب ولا حظ لي لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني أمر موسى كثيرا سأذهب لأنام الآن أحسنت صنعا يا سامري انظر إلى الأعلى هؤلاء هم السحرة الذين عاصوا الفرعون نعم أراهم بوضوح كأنما الفرعون يتواعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته أرى أن الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته أمام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين لا أفهم منك شيئا لا يهم أن تفهم المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى صدقني يا ميخة سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون ألا زلت لا أفهم ما رأيك يا سيد حليم رأيي أن موسى على الصواب وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرعا ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا هل ستعودين للثرثرة الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أو شكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتا حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبروا البحر أوامر النبي واضحة أعبروا الماء من المكان الذي شقته العصى أسرعوا أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير ألقيه وانجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل؟ ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي آخر ما كنت أتخيل أن أسير وسط الماء لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدق لقد أحسن باتباع النبي موسى أين السامري يا ميخة؟ سيلحق بنا هل تركته وحدة؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني أحد على حمل سرتي أنا أعينك يا سامري وأنا أيضا الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين هل رأيت؟ هل رأيت الشعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق لن تفهم أبدا أنت تتحدث بالألغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها حصان النجدة 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 بعدها عاد السامري منضما لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غرق الجنود من خلفنا؟ نعم غرق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرعوا يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكيد أشعلها شخص ما لنذهب ونستطيع الأمر أليس من الأدق؟ أن نسأل نبي الله موسى أولا؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا انظروا إنهم يعبدون صنما نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل ما تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وضمآن وأنا أيضا أشعر بالضمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عين وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء الحمد لله حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء هل كان من الضروري أن يتركن سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل أيتها الحمقاء إنه زاهب لميقات ربه وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة وماذا نفعل إذا احتجنا أن نسأله في شيء؟ لقد ترك أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريمة؟ أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم، لكن إذا احتجت شيئاً يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَاكُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدَ هَوَاكُمْ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى من؟ السامري؟ ألازلت مستيقظة؟ بل إنني نائم، نم أنت أيضاً كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري، أنت تكذب علي، ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي إذن؟ أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة نعم، نعم، هو ذلك، هو ذلك قل لي يا ميخة، أين الفأس؟ بجانب الخيمة؟ قل لي يا ميخة، أين الفأس؟ الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئاً، ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري، أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكما، إلى أين تذهبان؟ إلى اليم، سنحاول أن نصيد شيئاً من الأسماك لنتغذى بها عظيم، ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه أشك في ذلك، لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال، أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئاً، إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية، عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه، ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق، هذا واجبنا انظروا، ما هذا؟ سمعت صوتاً كأنما عجل يخور العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله، واسجدوا له انظري يا مرسى إنه يشع نوراً ويخور أيضاً أخيراً أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم، وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل، وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخدع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضاً ولا زلت تعاند وتكابر لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق أنت تثير الفتنة يا سامري إذن تركنا ولا تفسد عبادتنا هيا، أنت مغضوب عليك إنني أحذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلاً من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟ الهواء لا يتحرك ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح كلامك جميل رغم أن لي لا أفهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كيف عرفت أنه غاضب؟ ألقى ألواحا كانت في يده وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون؟ قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم 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 مدام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري؟ تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصروا به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتا إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لا يحدسه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله اتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم هذا يكفي هيا ضعوا هذه الأجزاء في النار القارب معد لنقل الذهب المسحول إلى الماء ميخا باجرما انظر إلي إنني صديقكم السامري كأنك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع ولا يمكنني أن أفعل كل شيئا بمفردي سأهلك بهذه الطريقة امضي سريعا دون أن تنظر إليه بكل تأكيد لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعم قليلا سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلنا أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه؟ نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا؟ هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله عليه ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماما ونحتفل بإسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سيأكلون قبل أن تمتد أيدينا إلى ثمرة واحدة أشعر بألم شديد في رأسي يبدو يبدو أنني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج ذهب المصهور وأعيد وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله كو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما